موجهز التاسع من السورية أهلا ومرحبا بكم وجهت وحدات الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية برفي حمال شمالي وإدلب الجنوبي وذلك ردا على تجديد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة وفي ريفي إدلب الجنوبي جدد المستوطنون الإسرائيليون اقتحم المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في بحات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال إلى ذلك دعت الخارجية الفلسطينية نفذ سلاح الجوء المسير في الجيش اليمني عملية هجومية بطائرة قاصف كي 2 على مطار نجران الإقليمي جنوب السعودية وأوضح مزراء الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية بمجموعة من السياسيين المبتدئين بأفكار ساذج قائلا إن ترامب تراجع عن تهديداته ضد طهران بعدما نصحه مساعدون عسكريون بعدم خوض حرب مع الجمهورية الإسلامية وأضف روحاني إن وحدة الأمة الإيرانية غيرت ختم المجاز بأمان الله